من المرتقب أن يتم وقف إطلاق النار بين القوات الأوكرانية والإنفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بداية من منتصف ليلة الأربعة اتفاق الهدن الذي أعلنته ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا سيمتد لأسبوع بصفة مبدئية في إطار خطة عملية سلام منسك اليوم أتينا إلى هنا بهذا الإعنان الذي تلتزم به موسكو وفق ما أكدته أمس ابتداء من هذه الليلة سوف يتم وقف إطلاق النار من جانب الانفصاليين لتبدأ هدنة لمدة سبعة أيام بداية من منتصف الليل يقول وزير الخارجية الألماني نتمسك باتفاقية مينسك ليست هناك خيارات أخرى لا يوجد اتفاق آخر ولا خطة بديلة من الضروري تطبيق اتفاق مينسك يقول وزير الخارجية الفرنسي من جهته وزير الخارجية الأوكراني قال علينا أن نرى بوضوح ما سنواجهه مستقبلا وما يتعين علينا القيام به وفي نفس الوقت معرفة الضمانات الجانب الروسي حققنا بعض التقدم وهذا ما يجعلنا نتصور عقد لقاء على شكل لقاء نورموندي وكان الجانبان قد اتفق على الالتزام بوقف لإطلاق النار بالتزامن مع بدء الموسم الدراسي في الأول من سبتمبر الماضي لكن الوضع الميداني شهد خرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر